إليكم عنوان هذا الفيديو صدمة الأهل وخماسية الهلال أجانب دور روشنا في التوقف الدولي شاهدوا التفاصيل قبل أن نبدأ إخواني الكرام المرد دعم قناتي عبر هذه الخاصية ولو بمبلغ بسيطة سيدعمنا لنشر المزيد عن أخبار الرياضة السعودية وشكرا لكم أصدر السيطار أمس التولد على فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر سبتمبر حيث شهدت مواجهات قوية بين المنتخبات بجميع القارات وتعرض منتخب السعود الوطني للخسارة خلال اللقاءين الوديين الذين أخذهم خلال معسكر نيوكاسل الإعداد أمام كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية وقدم نايمار داسيلفا نجم نادي الهيل الأدى أن استثنائيا خلال فترة التوقف الدولي رفقة منتخب البرازيلي حيث تمكن من تسجيل هدفين خلال المواجهة بوليفيا في الجولة الأولى من تصفية أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمريكا وكندا 2026 وفي المواجهة الثانية أمام بيرو تمكن نايمار من صناعة هدف الفوز لزامير ماركيونوس ليساهم النجم البرازيلي في ثلاث أهداف خلال مواجهة الصامبا في تصفية المونديل ونجح أليكساندر ميتروفيش مهاجم نادي الهيلال في قيادة منتخب سربيا للفوز أمام ليتوانيا بثلاث أهداف مقابل هدفا حيث نجح في تسجيل الأهداف الثلاثة أطريكا كذلك زاميره في الفريق ومواطنه صافيتشا وفي الإطار ذاتها شارك ياسين بولون في فوز المنتخب المغربي بهدف دون رد أمام ناظره بوركينافاسو في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر وشارك كريستيانو رونالدو في فوز المنتخب البرتغال أمام سلوفاكيا بهدف دون رد في الجولة الخامسة من تصفية يورو 2024 بينما غاب عن مواجهة ليكسونبور بداعي الإقاف بسبب تلاكم البطاقات وعلى الجانب الآخر غاب صادي يوماني عن مواجهة السينيغل أمام رواندا في ختم التصفية الإفريقية المؤهلة لكان 2023 فيما شارك في خسارة أسود التيرانغ أمام المنتخب الجزائري بهدف دون رد وشارك إميريك لابورتا مدافع نادي النصر في مواجهة إسبانيا أمام كل من جورجيا وقبرص في تصفية يورو 2024 وفي الإطار ذاتها خاد مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط نادي النصر في مواجهة كرواتي أمام كل من لاتيفيا وأرمينيا ضمن التصفية المؤهلة ليورو 2024 لم يشارك إدوارد مندي حارس مرمى النادي الأهلي في مواجهة السينيغل أمام رواندا في ختم التصفية الإفريقية المؤهلة لكان 2023 بينما شارك في خسارة منتخب بلدي أمام المنتخب الجزائري بهدف دون رد خاد ريض محرز لاعب وسط النادي الأهلي في مواجهة الجزائر أمام كل من تنزانيا والسينيغل حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف يعد عبدالرزاق حمد الله اللاعب الواحد الذي تم استدعاءه من قبل منتخب بلدي حيث لم يشارك في مواجهة المغرب أمام بوركينا فاصو في المباراة الودي التي جمعت المنتخبين ضمن فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر